السلام عليكم ورحمة الله هنعمل النهاردة يا بنات حالة بارد وسريع ويرائع جدا بقى يا بنات الطعم يفوق الخيال بسم الله ما شاء الله مكسي كده بين المهلبية الكريمي الاشطا والجلاش المحمص اللي عليه رشا من المكسرات يعني بسم الله ما شاء الله حاجة كده بتدوب في البق ولو مش حابين تحطوا بقى الجلاش بالمكسرات يا بنا تشوفوا طريقة المهلبية الرهيبة دي بسم الله كانت كريمي زي ما انتم شايفين كده واشطا بمعنى كلمة اشطا يا بنات من اربع كبات حليب عملتها طيب انا الاول بسم الله كده معايا لفة من الجلاش اللفة دي كبيرة فانا هاخد لفة اللي ربعا ما انتم يا بنات اللفة اللي هي بتتبع في السوبر ماركت اللي هي عشر ورقات دي اعملوها كلها اطعوها بقى كده وطفيت الكاميرا وفضلت كده انات فا حطة صغيرة بعد كده حط عليه اربع معالق من السمنة كبار سمنة بلدي وياريت يا بنات الحلويات تبقى سمنة بلدي ما تستبدلهاش بزيت بسم الله سيحت السمنة كده وانزلت وهديها تقليبة وهدخلها الفرن انا بحمصها يعني هدخلها الفرن كده تتحمص وهي في الفرن برضو هديها تقليبة كده كل شوية كنت بديها تقليبة بالمعلقة بسم الله طريقة سهلة واهم حاجة الطعم انا لما بعمل فيديو بهتم جدا بالطعم طعم كان رهيب يا بنات بصوا يا تحمصت كده ممكن ايه تنزلوا عليها ايه بها راست الفول كده يا بنات تهروها لو فيها حطة كبيرة كده نزلت عليها بها راست الفول كده او بيديكم بسم الله بعد كده عندكم رشة من المكسرات يعني انا قطرت شوية ما عليش انتوا قليلوا شوية من المكسرات ما عندكوش مكسرات يا بنات شوية سوداني من المقلة متحمص اشاروه كده واطحنوه في الكابة طحن خشي بسم الله بديل المكسرات دي مكسرات الغلابة بعد كده يا بنات عندكم السيرم او الشربات اللي بيتحط على الكنافة خطوا 3-4 معالق ما عندكوش حطوا 3-4 معالق عسل نحل بقولكو على كل حاجة وبدلها ما عندكوش دا ولا دا حطوا سكر بودرة يا بنات 4 معالق كوبا سكر بودرة وقلبوهم بسم الله طريقة بقى المهلبية الرائعة دي مهلبية اشطة بمعنى كلمة اشطة دول 4 كبايات من الحليب كامل الدسم يا بنات جيبام الفلاحي وعلي نص كبايات سكر السكر دا يا بنات بطحن معافة الصين مستكة بيخلوها روعة بعد كده كل كباية من الحليب عليها معالقة نشا كبيرة يا بنات مليانة يعني احطيت 4 معالقة نشا وحطيت نص معالقة فانيليا صغيرة نص معالقة فانيليا صغيرة بقلب على البارد علشان ما بقاش فيه اي تكتلات بقلب على البارد وبعد كده برفعه على النار اللي في الطبق ده بقى اشطة يا بنات بسم الله ايدي بالتقليب المستمر عشان القاع ما يلزقش وتعمل ريحة شياط كده يا بنات تبقى بزت على كده فبصوا ايدي ما بشلش ايدي خالص منها على نار متوسطة وبالتقليب المستمر واول ما تبدأ تسخن بنزل بقى بمعلقتين اللي اشتعزين تخلوهم تلات اربع معالق دي تبقى ملهاش حل يا بنات في حلوتها يعني بسم الله ما شاء الله انا حطيت معلقتين كبار ورجعت حطيت معلقة كمان مليانين كبار وقلب قلب وبسم الله ما شاء الله يا بنات هي بدأت بقبكة هي وخلصت على كده هي اول عن اخر بتعضى اربع دقائق على النار ما تاخدش اي وقت خالص اعملوها كده من غير اي حاجة سادة كده للعيال حلوة حلاوة يا بنات مش قادروا وصفلوكم جمال ولا حطيت كريم شنطية ولا اي حاجة عليه بسم الله ابدأ اروص كده البولات حطوا طبقة بقى من الجلاش بسم الله واضغطوها كده بقى ايه بضهر المعلقة دي ضغطها كده بضهر المعلقة بسويها وبعد كده حطيت طبقة من المهلبية عايزين تحطوا مغرفة او اتنين براحتكم جدا انتم وراحتكم يعني بسم الله بالطريقة دي بعد كده حستنى شوية لما تبرد وبحط طبقة جلاش كمان او عادي يعني يا دوب كده ايه اه تهدى شوية وبحط على الوش طبقة طبقة من الجلاش كمان بسم الله بالطريقة السهلة دي مش قادروا يصفلوكم يا بنات الحل ده كان طعم قد ايه يعني بسم الله ما شاء الله جربوه يا حبيبي للعيال يعني هينبهروا الصغيرين والكبار كانوا يعني مزهولين بالطعم الجميل ميكس رائع يا بنات بسم الله برضو تبقى معايا شوية مهلبية كده صبتهم في كوبايتين زي ما انتم شايفين كده وهرسهم برضو نفس الرصة دي بسم الله مش قادروا يصفلوكم بقى الطعم يا بنات كان رهيب ان شاء الله لو جربتوه يعني مش هتنسوا حلوته هتعتمدوا الطريقة على طول حلو حلو يا بنات ويستحق التجربة وحبيبي انا كده خلصت الفيديو يارب يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو بقى يا بنات دقموني بلايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة